مساء الخير النهاردة معنا فيديو جديد وهنعمل مع بعض الاندومي بطريقة سهلة جدا بسيطة وكمان هقولكو عالمكون الوحيد اللي هيخلي الاندومي ده بنفس طعم الاندومي اللي بره بالزبط معايا هنا طبعا مكارونا سباكتتي الكمية اللي انتو عايزين تعملوها يعني الكمية اللي انا عاملها دي حوالي 100 جرام مثلا انا اسمعها بالنص كده يعني اسمع المكارونا كده اسمعها نصين بس عشان ما تبقاش طويلة قوي ممكن تعملوها على طولها حوالي 100 جرام او 150 جرام معايا هنا مكعب مرأة ومعايا هنا معلقة صغيرة من الكاري ومعلقة كبيرة من البهارات الفراخ اهم حاجة في الوصفة كلها هي بهارات الفراخ هي اللي هتدي نفس الطعم اللي بره بالزبط ونص معلقة صغيرة وبصل بدرة بس كده كل المكونات اللي احنا هنحتاجها دي مش هحتاج مش هحط ملح ولا هحط اي مكونات تانية هروح الاول في حل على النار حطيت فيها معلقة ملح صغيرة علشان اسلق بس المكارونا كده نص سلقة يعني مش هسلقها سلق كامل وحطيت في المية دي معلقة ملح صغيرة مش كبير علشان المكارونا ما تملحش مننا ويبقى بعد كده الاندومي طعمه مالح جدا ومش حلو انا هتديها بس كده تقليبتين لحد ما تتبل كده انا مش عايزها تستوي في المية دي خالص انا عايزها بس تنزل النشا اللي في المكارونا بس مش اكتر بس كده اول ما تغلي كده غلويتين كده خلاص هصفيها وشيلها من على النار نجي بعد كده فطاصة هنا على النار هحط بس معلقة واحدة من الزيت وهنزل بالتوابل دي ومكعب المرأة معاهم وهقلبهم كويس قوي لحد كده ما راحتهم تطلع ويعملوا كده ريحة حلوة وبعد كده هنزل بالمكارون عليهم اللي يبطوم كده كويس هجيب كوباية مية خليش التوابل فترة طويلة علشان متتحرقش على النار كوباية مية كده علشان مش عايزة الكمية كبيرة المية على قد المكارونا اللي احنا عاملينها علشان متعجنش منكو لو المية زادت هستلناها بس كده تغلي اول ما تبتدي تغلي كده هجيب المكارونا اللي انا سلقتها نص سلقة يعني المكارونا دي انا سلقها كده يعني نص سلق مش مش سلق كامل وهنزل كده في التوابل والكوبات المية اللي انا حطيتها دي وهسيبهم براحتهم ووضط النار علشان ما تنزقش لما المية تنشف واللي عايز مية اكتر يبقى فيها شربة يعني كده الاندومي زي اللي بجيبوه من بره ممكن تزوده المية شوية بس بعد ما تستوي خالص وتطفو النار علطول هذا الشكل الاندومي بعد ما المكارونا استود في التوابل اللي احنا حطناها دي الطعم نفس طعم اللي برا بالزبط اللي مديله نفس الطعم اللي برا هي معلقة بهارات الفراخ اللي انا حطيتها هي اهم حاجة في الوصفة كلها وقربوها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم جدا وهتعملوها دايما موسيقى موسيقى